في إنجيل يحنى إصحاح 12 مكتوب ومع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا ليتم قول إشعياء النبي الذي قاله يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلن الذراع الرب لهذا لم يقدر أن يؤمنوا لأن إشعياء قال أيضا قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم لألا يبصر بعيونهم ويشعر بقلوبهم ويرجع فأشفيهم تصور في آية 43 بقول السبب لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله يا للعار يا للعار في يحنى 11 ذكرت كمان آية 47 يحنى 11 هاي بعد إقامة العازر شوف واحد أنتا قام من الأموات كل البلد شافته شو عمل رؤساء الكهنة؟ فجمع رؤساء الكهنة والفرسيون مجمعا وقالوا ماذا نصنع؟ فأن هذا الإنسان يعمل آيات كثيرة إن تركناه هكذا يؤمن الجميع به فيأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا أليس عشبا أن الدين نفسه من بداية التاريخ من المصريين القدماء دايما مغلف أو القضية السياسية مغلفة في الدين تعال للشرق الأوسط كيف دك تقنع الناس؟ دخل الدين تعمل فتحات وغزوات وتقدع على الناس وكل إشي بعدين كيف تبرر نفسك؟ دخل الدين إحكي إنه الله واحد اعمل ابداكياته على طول غلفه في الدين والمسيح قال منذ القديم إنه فيه ديانتين إما الرب إما تحب الرب أو فيه إله آخر اسمه المال والغريب إنه لما بتدرس كل البدع وكل الديانات القديمة أليس عجبا؟ بتشوفها وراء الغزوات والحرب والسيف والرمح والخيل والطموحات والسبايا وأخذ يعني آخر إشي داعش هذا هو بالضبط الدين الدين بحاول يربط نفسه في الله ولكن مش عم بقدم حل للجنس البشري طبعا بقول ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها سياسي 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 بتشوفها في الغرب بتشوفها في الشر كل السياسات دا كتزبطها شوي دخل الدين دخل الدين وأنا بقولها بكل محبة بكل احترام وعلى فكرة هون أنا بمثل كل يعني حتى إحنا المسيحيين مش بريئين الموضوع كم من التاريخ المخجل عندنا إحنا المسيحيين استخدمنا السياسة باسم الدين وباسم الطموحات وباسم الاحتلال وباسم وباسم فإذن في مرجع واحد هو الكتاب المقدس في إله واحد هو الإله الوحيد وحده الذي لا شريك له في مخلص واحد هو يسوع المسيح فإذن ماذا تختار اليوم ماذا تختار الحياة أم الموت تختار البركة ولا اللعنة؟ تعرف حبائي مكتوب عن الناس أحب الناس الظلمة أكتر من النور أحب اللعنة فأتته أحب مجد الناس أكثر من مجد الله أحب الموت مكتوب وأحب الباطل يعني بدل ما يحبوا الحق وصاروا بيحاربوا على الباطل باسم الحق يعني تعموا ولأنه تعموا صار يحاربوا الحق والحياة والخير باسم الباطل وهم يظنون أنهم على حق لكن دعوة الرب هي القديمة الحديثة اختر الحياة وهذه الحياة هي من خلال يسوع المسيح اسرع وقل له يا رب ارحمني أنا الخاطئ بتوب تعال أنت أملك على حياتي وبصلي هذا يكون فعلا قرارك واختيارك اليوم للحياة الأبدية اشتركوا في القناة